وبالمناسبة عندما نذكر هذه الأمور يعني يجب أن نفهم أن في الأمور الغيبية نحن نذكر الدليل ونفوض الكيفية لله نفوض الكيفية لله نعلم أن الرحمن على العرش استاوى إنما الكيفية لا يعلمها إلا الله نعلم أن لله يد إنما الكيفية لا يعلمها إلا الله نعلم أن الله عز وجل يعني على كل شان قدير إنما تفاصيل الجنة وتفاصيل النار يعني الانسياق وراء التفاصيل الدقيقة هو الذي يورد الإنسان موارد التهلوك لأن العقل البشري لا يستوعب الغيب كل ما ذكر في الجنة والنار بالمناسبة لا يستوعبه العقل ولا يعرف العقل تفاصيله نؤمن به إيمانا مجردا منزها نثبت به القدرة لله عز وجل ونفوض كيفياته للملك عز وجل نحن إيماننا إيمان تسليم وتفويل أنت تؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه وحي من الله عز وجل إنما شكل هذا الوحي وطريقته لا نعلم لما نؤمن أقول لك الفتوى التي قالتها دار الإفتاء وما قاله الإمام أحمد بن حمد ما قاله ابن تيمية ما قاله الشنقيتي ما قاله الخرطبي ما قاله السخاوي ما قاله الصيوتي أذكر لك أنهم كلهم أجمع لأن النبي حي في قبره إنما ليست حياة كحياتنا ليست معيشة كمعيشتنا وليست طريقة كطريقتنا يعني أنت تصبح الصبح وتدور على الطبق الفطار وأكله وشربه لا لا كلام ده عند مقام الحبيب المصرفة أمر مختلف المياة اللي بتتوضى بيها عند الحبيب أمر مختلف يبقى لابد أنك إنت تعرف أن هناك حياة تليق بالحبيب حياة تليق بالنبي استفدنا إيه واحد يقول لك طب إيه الفائدة التي استفادتها الأمة استحضار النبي صلى الله عليه وسلم استحضار النبي لما ربنا يكرمك أنت واللي سمعني واللي شايفني ويكرمك بزيارة النبي يقول أمين اللهم أمين يكرمنا يا رب بزيارة الحبيب وانت واقف أمام القبر النبوي تبقى عارف أنك بتكلم من يسمعك بقدرة الله لا بقدراته هو برحمة الله لا برحمته هو بعظمة الله لا بعظمته هو نحن لا ننسب شيئا إلى غير الله عز وجل القدرة قدرته والعظمة عظمته والإرادة إرادته وهذا لا يستحيل على قدرة الله عز وجل استحضار النبي لما تسمع الآية واعلموا أن فيكم رسول الله تبقى عارف أن فينا نبي بيسمع ويشوف وعملك بتعرض عليه صلى الله عليه وسلم بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل فلا بد أن يكلل عملك بالحياء خوفا من الله واحتراما لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم